الدعوة التي وجهها وزير الخارجية الفرنسي جان مارك إيرو إلى نظرائه لعقد لقاء تشعوري في باريس جاءت بعد استخدام روسيا حق النخضة البيتو في مجلس الأمن ضد مشروع قرار يطالب بوقف إطلاق النار في الجزء الشرقي من حلب وشارك في هذا اللقاء وزراء خارجية دول غربية وعربية بالإضافة إلى تركيا وحضره وفد المعارضة السورية برئاسة رياض حجاب الوزير الفرنسي كشف في المؤتمر الصحفي أن وفد المعارضة السورية أعرب عن استداده العودة إلى المفاوضات دون شروط وقال إن الحديث دار حول عدة محاور أهمها محاربة الإرهاب والانتقال إلى حل سياسي يبدأ بمرحلة انتقالية ويساهم في إعادة أمار سوريا يجب العودة إلى المفاوضات على أساس واضح ووفق القرار 2254 الصادر عن مجلس الأمن الدولي بحسب رياض حجاب رئيس الهيئة التفاوضية العليا للمعارضة السورية فإن كل الأطراف مستعدة للتفاوض وفق معايير الأمم المتحدة أما وزير الخارجية القطري فقد أشار إلى أن سوريا تدمر بالكامل وأكد أن الدول المشاركة في لقاء باريس ترفض الحل العسكري وأضاف أن وقف إطلاق النار يجب أن لا يخضع للمساومة أكدنا في اجتماعنا على همية إيجاد حل سياسي ورفضنا للحل العسكري وهذا الرفض دائما في كل اجتماع أو في كل مناسبة لنا كدول داعمة للشعب السوري في تحقيق حريته يأتي هذا الطلب بأن لا يوجد حل العسكري في سوريا والحل في سوريا حل سياسي وزير الخارجية الأمريكي جون كيري الذي يقترب من ترك منصبه مع انتهاء فترة الرئيس براك أوباما الشهر المقبل ناشد روسيا أن تستخدم نفوذها لدى الرئيس السوري بشار الأسد وقال إن مبادرات طيبة من الجانبين ستذهب بعيدا في وضع حد للمأساة السورية رسالتنا وأهدافنا واضحة وهي أن القصف العشوائي الذي يقوم به النظام السوري وينتهك القوانين الدولية وفي حالات كثيرة يعد جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب يجب أن يتوقف وينبغي على من يدعم هذا في موسكو أن يبذل أقصى ما في وسعه لوقفه كما ينبغي التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق نار حقيقي حتى تتمكن المساعدات الإنسانية من الوصول ويتمكن المدنيون من الخروج من هذه الحرب وعرى بكيري عن أمله في أن ينجح الخبراء الأمنيون الأمريكيين والروس الذين بدوا اجتماعا في جينيف اليوم في القفل إلى ترتيب يساهم في إصال المساعدات الإنسانية إلى المحاصرين وتقديم ضمانات لمن يريد أن يغادر جزء الشرقي من حلب شدد المجتمعون الذين التقوا هنا في مقر وزارة الخارجية الفرنسية في باريس على أن الحل الدبلوماسي هو الطريق الوحيد لوضع حد للمأساة السورية وأشاروا إلى أن على الأطراف المعنية في الأزمة السورية أن تحاول أن تجد الطرق المناسبة والضرورية لوقف المعاناة الإنسانية في حلب السلام أكرمالي بي 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 باريس ولي بي 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 بي